شو رأيك بالمساواة من أنت كأب بكرة كيف هتعامل ولادك هتكون عم بتعامل بنتك ليلة مثل ما بتعامل ابنك ما برش هتكون اسمه إن شاء الله بالعموم وهلأ ممكن نفصل أكتر بالعموم أنا لا أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة شو يعني كيف ما بتأمن بالمساواة من الظلم من الظلم أنه طالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أؤمن بالعدالة بالتكامل بين الرجل والمرأة هعطيكي مثال اليوم إذا في معنا ولدين صغار وفي حيط ورا عم نشوف وهي صورة مشوفة على الفيسبوك عم يشوفهم لعبة أو واحد أطول من واحد بشبر جيتي عطيتي هذا بلوكي يوقف عليها وهذا بلوكي يوقف عليها في واحد بعده مو شايف فلتعملي عدل بيناتون بدك تعطي هذا بلوكتين لتنين يقدروا يشوفوا لتعملي مساواة أنت عطيتي هذا بلوكي وهذا بلوكي واحد ففي فرق بين العدل يعني اليوم المساواة يعني التطابق بكل شيء بالحقوق والواجبات وهذا في ظلم يعني أنا اليوم أطلع جيب واحد يطلع جرة الغاز على الطابق العاشر تاني يوم إلا زوجته دورك أنت طالع لي هي مساواة هذا أكيد ممساواة هذا حرام هذا في ظلم يعني مش بالضرورة تكون مساواة بمعنى أنه بالقدرات المساواة بالحقوق والواجبات فيها ظلم بالقوانين إذا بنا نحكي قوانين فهناك ضقة بالمفردات منقول في العدل بين الرجل والمرأة وليس المساواة يعني مصطفى الخاني ضد مصطلح المساواة بين المرأة والرجل إنما مع مصطلح العدالة بين المرأة والرجل لأن المساواة في ظلم وإجحاف بحق المرأة طب بدي أدخل معك بتفصيل أكتر بنتك بالمستقبل قررت تحب شاب من غير دينة تقبل؟ أكيد ما عندك مشكل أكيد ليه؟ بقبل شيء وممكن يكون هذا شيء آخر يعني آلية تنفيذه وتطبيقه وين بدأت تتزوج وعندك الزواج المدني؟ تمام البنت المسلمة لا تستطيع الزواج من شاب غير مسلم بحكم القوانين ولكن العكس ممكن بقوانين بلادنا فيعني ما كتير بهم أن أقبل أو ما أقبل إذا كان هناك عوائق أو تسهيلات تمام فهي أنه عم تقولي بتقبل أوكي بالنسبة فبالتالي لتصير قوانين يجب يمكن أن يشهر إسلامه أو يعلن إسلامه أو يروع على المحكمة وإلا ما ممكن يكون فيه إذا كنت عايش برة ما عندك مشكل إذا ما كان في عوائق أنا عايش هون يعني أنا سأليني عما كان فيني عايش يعني ما بحب بلا أسئلة إفتراضية أنا عايش بمكان في شيء ممكن وفي شيء غير ممكن اللي تعا نقول إذا عايش بموزنبيق ما بهمني ولا ممكن أفكر عايش بي أنا اليوم يعني عايش ببلاد بدي أخضع لقوانين البلد التي عايش فيها أكيد ولي شرائعنا يلي هي أدياننا ويلي أولادنا ربيانين عليها بس من حيث المبدأ أكيد أنا ما عندك مشكلة